اشتركوا في القناة اه يعني لا تبشر بالخير لدولة تونس اه وللأسف اقل من 48 ساعة انا هسيب لكم كمان الخبر على الشاشة قدامكم علشان تشوفوا وتتأكدوا من فعلا تحقق هذا التوقع وللأسف انا بدايق جدا لما بتوقع حاجة وتحصل وتكون حاجة سيئة تحيات لكل دولة تونس وكل الدولة العربية وهي ظهور سلالة جديدة الفيروس كورونا في دولة عربية ودولة تونس حصل اعلانة الصحة التونسية اكتشاف سلالة جديدة غير اللي كانت في بريطانيا دي شبيهة بسلالة اه او بالسلالة في دولة بريطانيا وجنوب افريقيا والبرازيل لكنها ليست مثلها يعني جيل متطور اكتر للأسف من الفيروس اه وقال اه يعني مدير العام للصحة التونسية اه فيصل بن صالح في مؤتمر صحفي انه تم اكتشاف سلالة متحورة للفيروس كورونا شبيهة بالتي ظهرت في بريطانيا وجنوب افريقيا ولكنها شد خطورة للأسف اه ده اللي انا كنت بتوقعه اه لدولة تونس قلت اه الناس تخلي بالها من دولة تونس وكمان كلامي في الفترة القادمة اه عن دولة العراق وانا بحذر برضو اه للناس اللي موجودين في دولة العراق تحذيرات اه للأسف من الفترة القادمة بخصوص فيروس كورونا وبعض الدول العربية وهتكلم معاكم اه في جميع اه المجالات ولكن اه تحياتي وبحيي كل اهل تونس علشان اه توقع للأسف اللي انا قلته التشاؤمي حصل وانا ما كنتش اتمنى ان ده يحصل ابدا ومرة تانية اه لا يعلم الغيب الا الله دي مجرد توقعات انا شفت ده لدولة تونس في الفيديو بتاع من يومين اول انبارح اه وحذرت والقادم لدولة العراق انا بحذر برضو دولة العراق من القادم اه يعني انا مجرد اطلاعات وفي الاول في الاخر ربنا هو اللي علام الغيوب وانا زي زيكم مؤمن بالله ولكن دي اه توقعاتنا وبحذر اه لكل المتابعين اه اللي ممكن يحصل كمان في دولة العراق اه دول بامر الله محصنة وفيها شوية تحصينات وهتكلم عنها في فيديو تاني ولكن انا هتطلع هتكلم في الفيديو ده عن ان توقع دولة تونس حصل للأسف وكمان تحذيري الشديد لدولة العراق وتحياتي لكل اهل العراق بشكركم جدا اه ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة الجديد الناس المشتركين الجداد ويسيب لنا تعليقك وبأمر الله في الفيديوهات القادمة هيكون فيه فيديوهات تانية لكل المشتركين بأمر الله وإحنا شغالين عليها بشكركم جدا اه وتحياتي لكل دول العرب بأمر الله والعرب اللي موجودين اه في اوروبا وافريقيا وجميع اه الدول بشكركم جدا اه واشوفكم في فيديو جديد كان معاكم مازل المصري من قناة مساء الأخبار اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته